السلام عليكم يا اجمل متابعين يارب تكونوا بخير وانتوا قاعدين تشوفوا قصة اليوم طبعا قصة اليوم تتحدث عن الظلم وعاقبة الظلم فضروري تكتبولي اراءكم تحت بالكومنتات واذا تحبوا قصص زي كذا ويلا خلونا نصلي على النبي ونبدأ بالقصة صاحبة القصة تقول اطلقت مرتين بحياتي لاني ما كنت اعطي اي اهتمام او مسئولية بالزواج وبصراحة يلي تزوجتهم من الاخر ما كنت احبهم المهم انه كانت عندي وحدة من قريباتي وبنفس الوقت الوحدة هذه انا ما اشوفها بس قريبة انا اشوفها اخت وصديقة المهم انها هذه الصديقة كانت دايما تنصحني يفلانة انتبهي على زواجك وانتبهي على بيتك وحياتك ما احد راح ينفعك غيرهم بس انا للامانة كنت اطنش كلامها كنت استنى بس متى تسكت لنفترض انه صديقتي هذه اسمها مريم مريم هذه كان عندها ثلاثة اطفال وحياتها جدا مستقرة مع زوجها ما عمري بحياتي اسمعتها تشتكي من زوجها او تقول اي شي سيء عنها كانت حياتهم فعلا من احسن ما يكون حياتهم مرة كانت صحية وخالية من المشاكل وكانوا مرة متفاهمين مع بعض شي يلي ما تعرفها مريم عني مع انها قريبتي وصديقتي بنفس الوقت الا اني كنت احب زوجها من زمان يعني من قبل لا يتزوجها كان نفسي انه يتقدمني لكن للأسف راح وتزوج مريم ما كان معطيني وجه مع اني كنت ألمحلة كثير والاخواته اني احبها فكانت مريم كل ما تكلمني عن زوجها يجيني شعور غريب ابغاها تسكت بسرعة احس بشعور زي الغضب ونتيجة للشي هذا الشيطان صار يجيب مقارنات بيني وبين مريم ليش هي حياتها مرة مستقرة مع زوجها وعندها اطفال ولا عمرها اشتكتلي من زوجها انه مو كويس اما انا فامطلقها مرتين مع اني اجمل منها بمراحل والكل يشهدلي بالجمال فمع الوقت وسوس للشيطان بالفكرة هذه يلي راح اظل مدمانة عليها كل عمري قررت وبكل اسف اني اخبب مريم على زوجها بدأت احاول اني اجيب لها مشاكل بالغصب صرت اقول لها خلي يسوي لك كذا ويجيب لك كذا وايش ناقصك حتى ما يدلعك بكذا وكذا وكل ما اقول لها شي بتقول اصلا هو مو مقصر معاي هو اصلا يجيب لي ويسوي لي كذا للاسف حاولت اخببها بكل طريقة لكن ما قدرت والشي اللي كان مخليني اواصل وما اتعب واني افكر لو زوجها طلقها اكيد بيتسوجني وانا اصلا مين يقدر يرفضني وانا جميلة كنت اقول كذا يعني من الاخر كنت ابحك على نفسي بالكلام هذا فما كان بيني وبين زواجي من زوجها الا انه يطلقها ويبعدها عن طريقنا كانت هذه الفكرة مسيطرة علي والشيطان بدأ يوسوس لي اكثر واكثر طبعا حاولت وحاولت لكن مريم هذه تحب زوجها حب عظيم ما قدرت عليها بعد تعب من التفكير والمحاولات فجأة اذكرت انه في واحد اتقدم المريم قبل ما تتزوج زوجها هذا لكن مريم رفضت هذا الشخص لنفترض انه الشخص هذا اسمه محمد المهم اني قررت ابحث عن محمد واتواصل معه وفعلا قدرت اوصل له وصار بيننا سوالف وضحك وصارت بيننا بسرعة ميانة فصرت احكيلي عن مريم فكان هو زي اللي حاقد عليها كان يقول لي انه زمان يتقدم لها وكان مرة يحبها بس انها كسرت قلبه ورفضته فحسيت من كلام محمد انه فعلا حاقد الى الان مع انه مريم من حقها ترفض بالاخير الا انه واضح الحقد عليه فصرت اعبي راسي عليها وصرت اقول له انك لازم تنتقم منها وكيف كده ترفضك وانت تحبها وانت اصلا ايش ناقصك عن زوجها طبعا صارحت اني حاطة عيني على زوجها ولازم نلاقي طريقة عشان ينفصله وانت مريم ترجع لك وانا ااخذ زوجها وصرت اقول لا انك لا تنسى انه مريم حبك الاول فكيف تسمح لاحد غيرك ياخذها منك من الاخر عبيت راسه باشياء وبكلام حتى الكافر ما يسويها طبعا محمد وافق وقال ما عندي مشكلة بالعكس انا ابو ااخذ حقي من القهر اللي سوتها فيني لان حتى بسببها انا الى الان ما اتزوجت بس انا ما راح اكون بوجه المدفع لانها تعرفني بس راح استعين بصديق وفعلا محمد بدأ يشوه سمعة مريم فصار يخلي رجال يروح ويحط ورد على باب بيت مريم ويكتب من فلان الى مريم وكان عارف انه زوجها راح يشوفها ومن وقتها بدأت المشاكل بين مريم وزوجها الشي اللي كان يقهرني انه لما صارت المشاكل بين مريم وبين زوجها كنت اروح وازورها على اساس اشوف ايش راح تقوللي فكنت اقول لها ايش اخبارك كانت تقول الحمدلله امورنا تمام التمام لما كانت تكذب علي وتقول ان كل شي بخير ما اخفي عليكم اني كنت انقهر اكثر واكثر الدرجة انه وصلت فيني النذالة اني اروح الاهل زوجها واشوه سمعتها بحكم اني صديقتها وراح يصدقوني كنت ابغى انهيها باسرع الطريقة واخليها تطلق بسرعة واخيرا واخيرا صار حتى لو طلقني حتى لو طلقني هو يحبني انا وانا عارفة انه بيجي يوم ويعرف اني انظلمت وهذا نصيبي وانا راضية والحمدلله وكانت تتحسب وتقول حسبي يا الله على اللي كان السبب في طلابنا بصراحة ما كنت اهتم بكلامها ولا حتى للدعاوي اللي تدعيها وانا اسمع هنا حسيت اني انتصرت واني تفوقت عليها لاني سويت الشي اللي كنت ابغاه ولا فكرت بالشي يلي ممكن يصير لي بالمستقبل او اثار الدعاوي يلي كانت تدعيها لانها بالنهاية انسانة مظلومة بس كان اخر همي توقعت انه زوجها اذا طلقها راح احاول اتعرف عليه واخليه يحبني ويتزوجني وانعيش مع بعض هذه كانت امالي ومحمد كمان كان تفكيره انه مريم خلاص انكسرت واتطلقت فاكيد راح ترضى فيه وما راح تكابر مرت الشهور واكتشفت انه فعلا الله مع المظلومين دايما بعد شهور زوج مريم راح وتزوج واحدة ثانية ولا حتى تفكروا فيني ولا عبرني وهذه كانت الصدمة الاولى وبعدها جت الصدمة الثانية جاء شخص ايش وظيفة مرموقة واخلاق عالية ولا همرا بحياته تزوج راح وتزوج مريم والشخص هذا افضل من زوج مريم بألف مرة والحسن حظها انه الشخص هذا بمنطقة ثانية عايش يعني راح تنقل عني بمكان ثاني وبكذا بعدت عني فما راح اقدر اقرب لها وازورها واخببها ثاني على زوجها وبكذا ما صار اي شيء من الاشياء يلي كنت اخطط لها بالعكس كل شيء قاعد يصب بصالح مريم واتطلقت بس اتزوجت واحد افضل من زوجها بعدها بفترة وصلني خبر موت محمد بحادث شنيع ما بقى احد ما تكلم عنه وفوقها لقوا بسيارته اشياء مشبوهة يعني سوء خاتمة وسمعة سئية هنا انا جلست مع نفسي وقلت يا ربي كل شيء قاعد يصير من صالح مريم لانها انسانة نيتها طيبة وكمان مظلومة ومحمد يلي ساعدني اني اظلمها توفى بحادث شنيع جدا الكل اللي شافوه بعدها بفترة دخلت في دوامة من التعب والامراض ومن مرض الى مرض واش احلام واش كوابيس اتخليني حتى في نومي ما اتهنى لحد ما بيوم جاني تعب وطبيعي ورحت المستشفى وسويت تحليل وكشوفات كانت الصدمة انه طلع معايا مرض خبيث بالدم يعتبر من اقوى الامراض اللي يمتشر بسرعة اخذت ادوية سويت اشعاع اخذت كيماوي لكن بدون فايدة من مستشفى الى مستشفى وحتى راتبي صرفت كله على علاجاتي ولا في اي فايدة تذكر الى يومكم هذا وانا اتعالج وانتظر بس متى ممكن اموت بسبب هذا المرض الخبيث لما صارت الاشياء هذه هنا ايقنت اني فعلا ظلمت مريم وبالنهاية هذه عاقبة اللي سويت فيها احس انه ربي قاعد ياخذ حقها بالدنيا قبل الاخرة مني ومن محمد كيف كنت انوي اكسر قلبها واقهرها كيف خربت حياتها وانهيتها وحتى بعد ما طلقها حاولت كثير انه اقهرها واكسر قلبها اكثر بس الله رفعها وعوضها بحياة وزوج احسن من اللي خسرتهم اما انا فانتظر الموت باي لحظة انا الان ارجعت تائبة الى الله طلبت من ربي اغفر لي اللي سويتها حاولت ابن مريم كثير تسامحني وتحللني قبل ما اموت لكنها كرهتني بعد ما اعترفت لها وما صارت تعطيني وجه ولا صارت حتى ترد علي عشان اتواصل معاها واستسمح منها وبالنهاية انا ما ألومها انا يلي خربت بيتها وشتت عيالها الثلاثة فمن ابسط حقوقها انها تمنعني اني اكلمها بالنهاية اتمنى تدعولي انه الله يحنن قلب مريم علي وتسامحني قبل ما اموت وانتهت القصة اتمنى يا رب تكون عجبتكم قصة اليوم وانكم استفدتوا منها ومع السلامة